أهلاً لزملاء في مركز الأخبار وأهلاً ومرحباً بكم مشاهدي الكرام كان الاستقرار الفني يأثر كبير على أداء فريق الوكرة في الموسم الماضي بعد نجاحات موسم الاستثنائي قررت إدارة الوكرة ومواصلة الثقة في المدرب الإسباني مركز لوبيز لقيادة سفينة النواخذة نحو تحقيق مكاسب جديدة بهدف البقاض من ركب الكبار انطلق الوكرة مبكراً في تحضيراته واختار فنر بخشة التركية لإقامة معسكره الخارجي من أجل اختبار الجهزية البدنية والفنية للعبين خاض الفريق أربع مباريات ودية في اللقاء الأول تفوق الوكرة على دينامو أوتو المولدفي بهدفين لهدف واللقاء الثاني انتهى بدوره وكراوياً أيضاً أمام فاتح كراج مروك التركي بثلاثة أهداف لهدف الوكرة خسر لقاءاً واحداً وهو الثالثة ماماتش اسكا زريداً روماني بهدف دون رد والفريق عاد إلى سكة الانتصارات في لقائه الرابع وفازع فيه على سبانكسبور التركي بربعية نظيفة فضلاً عن الاستقرار على مستوى الإدارة الفنية احتفظت إدارة الوكرة بأربع دعامات أساسية من المحترفين خطف الأنجولي جيلسون دالا كثيراً من الأضواء على مدار الموسم الماضي وتأكيداً لمكانته المرموقة ضمن المجموعة مددت إدارة الوكرة عقده ثلاثة مواسم إضافية بدوره قدم المدافع البرزيلي لوكاس منديز أيضاً مستويات عالية وسيواصل الدفاع عن ألوان الواخذة للموسم الثالث على التوالي والهدف الجزائري محمد بن يطو كان محط إشادة كبيرة من كل مكونات الوكرة وحضورها أساسي للحفاظ على المكتسبات وتحقيق مزيد من الإنجازات الإيراني أوميد إبراهيمي أثبت بدوره مكانته في صفوف الوكرة وسيعتمد عليه للاعب الأدوار الأساسية في الاستحقاقات المختلفة للفريق للموسم الثاني على التوالي بشغف كبير تنتظر جمهير الوكرة انطلاق الموسم الجديد وقد أكمن عقد محترفية بضم الدولي الإسترالي ترينت سينسبري ذو الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية ينطلق الوكرة في موسم الجديد بمباراة من العيار الثقيل في الثالث من أغسطس بملعب المدينة التعليمية تضعف في مواجهة أدحل والهدف طبعا تأكيد انتصار ذهب الموسم الماضي برباعية نظيفة ثانية لقاءات الوكرة يخضها الفريق مع الغرافة في العاشر من أغسطس بملعب خليفة الدولي والمباراة الثالثة للوكرة يلتقي خلالها بمصلال في الخامس عشر من أغسطس في ملعب الجنوب المونديالي وأيضا في ملعب الجنوب يستقبل المباراة الرابعة أيضا للوكرة وخلالها يلتقي بالملك القطروي في الثاني والعشرين من أغسطس ختام مباريات الوكرة لشهر أغسطس وبالتحديد يوم التاسع والعشرين تضع في حوار مع الوافد الجديد على قسم الصفوة فريق المرخية في ملعب أحمد بن علي المونديالي إذن الوكرة جاهز لضربة البداية ومتعطش لتحقيق مكاسب جديدة تؤكد حقيته باقتحام مربع الكبار الموسم الماضي ختام مشاهدين الكرام أشكركم على حسن المتابعة أعود لها للزمالة لاستكمال ما تبقى من نشرة التاسعة